أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن الموسنين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضربناهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ثلث فقالوا إنا إليكين مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسل سنون وما علينا إلا البلاء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم تلقون مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ينا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا بمن لا يسألكم أجرا وهو مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضب الله تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المترمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنجد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من الخلون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل الأرض ما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أخييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأخلون وجعلنا فيها جانات من نخير وأعنابي وفجرنا فيها من العلوم ليأكلوا من ثمره وباعملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كله مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل لسنق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولم ينقذون إلا رحمة مننا ومتاة إلى حين وإذا قل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قل لهم أنفق مما رزقهم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصرمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني عبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكنوا تعقلون هذه الجهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراق فأنا يبصرون ولو نشاء لقمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجع جنون وما النعم عمله نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا بكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن خلقناه من لطفتنا فإذا هو خصيص مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي عظيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلا وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له لهم فيقلون فسبحان الذي بيده ملق لو تقول لشيء وإليه ترجعون بسم الله ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة